نبي عظيم من أنبياء الله اللي القرآن أثنى عليه اسمه سيدنا سليمان ما جاش زيه في التاريخ ولا حيجي زيه ما جيش زي سليمان ولا بعد سليمان حيش يجي زي سليمان ربنا قال ووهبنا لداود هبة منحة من ربنا لداود سيدنا داود ده برضو نبي عظيم من أنبياء الله ووهبنا لداود سليمان جاله ابن داود خلف سليمان قال له من سليمان ده رب قال نعم العبد وفيه زي سليمان ده حاجة عظيمة أول سليمان ده سليمان عليه الصلاة والسلام بنى بيت المقدس بنى بيت المقدس والقدس الشريف المسجد الأقصى تاني المسجد اتوضع في الكرة الأرضية أول مسجد على الإطلاق المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة النبي قال سؤد إيه أول مسجد تبنى في الأرض رسول الله وضع في الأرض قال المسجد الحرام قيل ثم ماذا إيه اللي بعد المسجد الحرام قال المسجد الأقصى أول مسجد الملكة حطت قواعده في الأرض المسجد الحرام تاني مسجد المسجد الأقصى اللي فيه فلسطين كم كان بينهما يا رسول المدة الزمنية الأربعين سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى اللي رفع قواعد البيت الحرام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل طب اللي رفع المسجد الأقصى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام بنى المسجد الأقصى جميل أول لما بنى المسجد الأقصى دعا ربنا ثلاث دعوات أول حاجة قال يا ربي أسألك حكما يوافق حكمك فكان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ما يحكم في أي موضوع أي موضوع يطلع حكمه موافق حكم ربنا احنا نقرأ في القرآن الكريم ربنا ألف فهمناها سليمان ما شاء الله عليه والدعوة التانية اللي دعا سيدنا سليمان سأل الله تبارك تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يا خبر صخرنا له الريح الريح تجري بأمره يا ريح شمالية شرقية لغير التجاه يأمر ريح تتحرك إيه دا؟ علمنا منطقة طير بيفهم لغة الطيور والحشرات إيه دا؟ إزاي؟ أريد أن يسمعهم مش بيسمعهم مش بيسمعهم بس بيسمعهم بلول بعض يعني سيدنا سليمان ماشي يلاقي عصوره وعصورة بيصوصول بعض يقول لك مثلا دا بيخطبها دا بيطلب إيديها حاجة عجيبة شوف إزاي؟ والقرآن سجل لكم لقطة كده مش لقطة واحدة حتى إذا أتوا على وادي النملي قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله يبقى هو سمع قولها وفهمه وترجمه دا حاجة عجيبة أوي طيب شوية وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وبعد شوية قالوا الهدهد يتكلم مع سيدنا سليمان وسيدنا سليمان يتكلم معاه حوار رايح جايما بين طرفين قال له أحط بما لن تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إيه هدهد أنت كنت فينا قال له دا أنا كنت وجدت امرأة تملكهم في مملكة سبأ واسمها بالقيس وجدتها وقومها يزيدون للشمس من دون الله وسيدنا سمع دا قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا بكلم معاه إيه دا حاجة عجيبة ملك عجيب فأنت شفت الحشرات والطير تكلم والريح تشري بأمره لا 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 خد بالك بقى والجن فرقين قسمهم فرقين يغوصون من يغوصون واللي بيعملوا عملا دون ذلك يعني تلاحظ كده أنه سيدنا سليمان يعني سبحان الله العظيم بأمر الله بأمر الله مسيطر في البر وحشر لي سليمان جنوده جنود من الجن والإنس والطير يعني فيه بر والبحر مسيطر كمان في البحر الجن يغوصون وبعدين يطلعوا له بقى يعني الخيرات اللي في البحر اللقلق والمرجان والجو الرياح تجري بأمره شيلي ودي هات يخدي إيه ده سبحان الله كل المشهد اللي حضراتكم مندهشين منه ده يجي سيدنا سليمان هو طالب لقطة واحدة شوف خلاص أنا عايز بس أوصل للمشهد ده مع حضراتكم عشان تفتكر كل شوية حضرتك أيها المشاهد والكريم تبقى عارف إيه الأصل إيه الشيء الأصل وإيه الثانوي شوف إزاي إيه الأساس إيه الأساس وإيه الحاجات الفرعيات كل ده مش شاغل بقى لسيدنا سليمان يعني عادي يعني كل الخيرات دي كل الملك ده وممشي الدنيا إيه بثانية عنده يعني مملكة عظيمة جدا ده ربنا لما تكلم عن ملك أبيه اللي هو داود أبو سليمان قال وشددنا ملكه أو عاكم متقال الملك كده ماشي أقول لك بالباركة يعني لا ده كان منظومة متكملة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وحايد يقول لي آه آه ده سيدنا داود ربنا قال وورث سليمان داود طلع إيه الملك يعني طلع برضو يعني فوق ده بمراحل كمان ومع كل ده كل الهلومة دي كبيرة العظيمة دي الملك الكبير أو ده بقول لي حضرتك مسيطر سيدنا سليمان سيطرت في البر والبحر والجو يقول إيه بقى ركز معي بقى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أنا هذا أشكرك رب هيألي الأسباب أن أنا أشكرك منحني القدرة أن أنا أشكرك أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حطني فوسط الصالحين إيه رأيك بقى أنا وإنت أنا وحضرتك وحضرتك أن إحنا نبقى مع هذا النبي العظيم ونبقى في قلب الصالحين إحنا كمان بسيطة خلص وأدول إيه إزاي يعني أعمل إيه يعني ربنا قال الآية 9 في صورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يا شيخ بقى عملت ودينا وجبنا وديتنا القدس عند سليمان عليه الصلاة والسلام وحسستنا أن المية والجن بيطلع والجن بيبني شوف إزاي وطير والحشرات والنملة بتتكلم كل ده عشان توصاني آه عشان نبي الله سليمان مع كل اللي عنده ده قال يا رب هيأ للأسباب إن نشكرك وطلب منك طلب يا رب دخلني في الناس الصالحين برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قلنا له يا رب طب ما فيش حاجة نفحة إحنا نحن الناس مؤمنين إحنا أتباع النبي محمد عليه السلام البسيط كونوا مؤمنين وعملوا صالحا وأنا دخلك في الصالحين شوف الآية عظيمة إزاي صرت العنكبوت آية رقم 9 أمام حضراتكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر